السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبش السلام وأطعم الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام رواه عبد الله من سلام أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم رب شرحي صدري ويسلي أمري وحلول اقتتم من لساني يبقى قولي اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا يفهم لنا إلا ما فهمتنا إلاك أنت الجواد الكريم اللهم إني أسألك السباد والهداية وأعوذ بك من القردان والغواية اللهم إني أعوذ بك أن أقول الزورة أو أخشى الزورة أو أكون بك مغرورة أمين يا رب العالمين أباد برسكت برادة وصدري 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 برسكت 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 في مدينة مدينة كان أحد 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 أشياء كما تعلمون عندما كان مدينة كان يهود في مدينة وذلك يهود كان هناك رابعين وهم يوجد رابعين كانت عبدالله بن سلام عبدالله بن سلام عبدالله بن سلام هو جميع شخص كانوا جميع شخص حقاً وعبدالله بن سلام لا تقلط مع الناس وقاله يجب أن يذهب في المدينة مع المسلمين في المدينة من قبار ينتظر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هو جميل لأن في البداية الحديث وإنهال الحديث عبد الله سلام فمسلم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وقد نراتي الحديث uma بيسلم وقد نراتي الحديث كذلك وقد قمت بإمعجب وقال هم رضي الله سلام أبد الله صلى الله عليه وسلم قال that I used to go out in the morning at the place of posit peace waiting for the Prophet صلى الله عليه وسلم and while he was waiting for the Prophet صلى الله عليه وسلم he was a yüzود and he was a chief of them because he was searching the guidance and he wants to see إذا كان الحمد محمد صلى الله عليه وسلم هو حقاً آخر فقاله كان من أول قبل الذي أرى محمد صلى الله عليه وسلم وقاله وقاله تضيف فرصة الحديث ويجد أنه ملت نفسه أعرفت أن وجهه ليس بوجه كذب أعرفت أن هذا ليس بوجه كذب أنه لا يمكن أن يكون كذباً كذباً أعرفت أن هذا ليس بوجه 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 كذباً ويسأت بوجه كذباً ويسأت بوجه كذباً لذلك فربي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة ومقبط حدث عنه وممتلك عنه لأمر في صلى الله عليه وسلم اعرفت أن هذا ليس بوجه ماذا يعرف لأنه فربي صلى الله عليه وسلم معاوله بالله فتح صلى الله عليه وسلم قال تعالى فبديم صلحت وفديم فبديم يا أيوه النرس يا أَيُّهُ النَّارس فبديم ملتคولوا اول واحد فبديم صلاة جدك جدك صلاة اول واكعيم الطعام إضافة المصرف ال بلليل والناس نيام Perform tahajjud at night with everyone in the city In our shaykh al-hadith محمد رحمان العظم دابد بركاته He used to say in the end of the hadith رواه عبد الله بالسلام يا أيها الناس أفش السلام Very beautiful rhyme يا أيها الناس أفش السلام وأطعم الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجددة بسلام رواه عبد الله بالسلام فريسي برادة وصلوا بالسلام This hadith is a very beautiful hadith and very comprehensive hadith That's why this hadith is given a title You know there are some hadith which are very important very unique and they have some title like there is a hadith hadith of Jibreel hadith of Jibreel عليه الصلاة والسلام hadith of Riba hadith of Pinterest so this hadith also has a name and what is that name the name of the hadith is of course hadith of Salah hadith of peace why because this hadith it starts with and this hadith and this hadith ends at and number three this hadith is reported by by sahabi name Abdullah ibn Salaam and who knows maybe just to enter it Abdullah ibn Salaam to Islam the Prophet the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioned in the hadith salam salam oh mankind oh people he did not say ya ayyuhal mu'minoon ya ayyuhal muslimoon although the hadith was muslim but still the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said oh mankind he did not say oh mu'mineen oh muslimeen why because the message of Islam is not for the muslimeen only it is a global message it is universal message so when Quran spoke in the Quran in the Quran salam alayhi wa sallam mentioned the hadith it is not only for the muslimeen for each and every umati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam for all of us whether the non muslims accept Islam or not it is up to them Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the whole of Quran very clearly he mentioned innama alayka albala'u wa alayna al-hisa your duty is to preach and teach and it is up to us it is up to them it is up to non muslim to embrace or not and Allah subhanahu wa ta'ala mentioned very clearly in surah al-gahaf wa man sha'a fa'l-nu'min wa man sha'a fa'l-yakfur whoever wants to become mu'min it is up to him and he will get advantage in the hereafter wa man sha'a fa'l-yakfur and whoever wants to reject Islam it is up to him and he will be lost in the hereafter la iqraaha fi deen there is no force you cannot force someone to accept Islam that's why the prophet sallallahu alayhi wa sallam said ya ayyuhal naas o mankind o people this is the first lesson the second lesson the prophet sallallahu alayhi wa sallam said the hadith afshu salam of people spread the salam and it has two meaning number one spread the greeting of salam spread the greeting of salam whenever you meet someone say as-salamu alaykum when you leave a person a gathering also say as-salamu alaykum and also when you enter the masjid and when it is not khutbah time when it is not namaz time say as-salamu alaykum when you leave the masjid say as-salamu alaykum when you enter a house whether there is someone or not say as-salamu alaykum when you leave the house say as-salamu alaykum this is the first and foremost advice of the prophet sallallahu alaykum when he enter medina now the question is why this is the very fundamental advice of the prophet sallallahu alaykum when he enter the medina why he doesn't say aqeem as-salamu alaykum establish the salah aat as-zakaat pay zakaat or fasten the month of ramadhan or perform hajj why did sallallahu alaykum begin his advice in medina by saying spread the salam the answer is for me and for you salam is like a culture thing which has no meaning like we say hi bye goodbye right good morning we just say it because it's culture right so for us it has no meaning but in reality as-salam alaykum is a very unique dua that could pass by muslim and it is a very beautiful dua it has when we say as-salam alaykum we should mean as-salam alaykum as-salam alaykum when we say to your brother meaning i hope and i pray for you and i'm making dua for you that you should face no evil and no harm no pain and no suffering and my respect to your brother this is as-salam when we say as-salam alaykum it means that i'm showing to my brother that my hands and my body my parts of the body will not harm you as well and you are peaceful from my side and you should as-salam alaykum you live a peaceful a comfortable life and also when we say as-salam alaykum it means that i wish that the other people will not harm you as well and you stay calm and you stay peaceful and with tranquility and my just as-salam imagine when a society the members of the society when they meet each other when they depart from each other they say as-salam alaykum one or one to raise